الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواحد القديم الماجد العظيم الحنان الكريم الرحمن الرحيم أنعم بالعطايا فإن عامه عميم وستر الخطايا فهو الغفور الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه سبحانه ابتلى من يشاء بما يشاء فالواجب في قضائه الرضا والتسليم وأشهد أن سيدنا محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قال مولانا في أوصافه بالمؤمنين رؤوف الرحيم وأمرنا أن نكثر من الصلاة عليه والتسليم فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك يا ربنا على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلِّم أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى قال سبحانه وتزوَّدوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إخوة الإيمان والإسلام إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال سبحانه وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةٍ وَمَنْ فَمِنَ اللَّهِ وَأَجَلُّ هَذِهِ النِّعَمْ نِعْمَةٌ قَالَ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَلَى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ خَلَقَنَا مَوْلَانَا مِنَ الْمَاءِ وَأَوْجَدَنَا مِنَ الْمَاءِ وَأَحْوَجَنَا إِلَى الْمَاءِ وَنِعَمُهُ عَلَيْنَا كَثِيرَةَ تَذَكَّرْ جَمِيلِي مُذْ خَلَقْتُكَ نُطْفَةً وَلَا تَنْسَ تَصْوِيرِي وَلُطْفِيَ فِي الْحَشَاءَ فَسَلِّمْ إِلَيَّ الْأَمْرَ وَاعْلَمْ بِأَنَّنِي أُدَبِّرُ أَحْكَامِي وَأَفْعَلُ مَا أَشَاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لو نظر الإنسان إلى الكون الفسيح من حوله لو نظر إلى البحار والأنهار لو نظر وأمعنى النظر كيف يختلط الماء المالح بالماء العذب وهذا فيه الملوحة وهذا فيه العذوبة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بل لو أمعنى الإنسان في نفسه وفي خلقه وفي تكوينه فلينظر الإنسان مما خُلِق خُلِق من ماءٍ دافِق يَخُرُجُ من بَيِّنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ لو نظر إلى الماء الموجود في جسده لوجد وأيقن أن ماء الفم يُخالِفُ ماء الأنف وأن ماء الأذن يُخالِفُ ماء العين فماء الأذن مُرٌّ فيه مرارة وماء العين مالِح وماء الفم عذبٌ ليتذوَّق الإنسان لذيذ الطعام ولذيذ الشراب كلُّها نِعَم وكلُّها فضائل من مولانا جل وعلا أمنيَّة أهل النار في النار أن يشربوا الماء يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله وأهل الجنة يتنعَّمون في الجنة بلذيذ الماء وبلذيذ الشراب من الله وسقاهم ربُّهم شرابًا طهورًا إن هذا كان لكم جزاءً وكان سعيُكم مشكورًا والمُتأمِّل في القرآن يجد أن الله جل وعلا قدَّم الماء على جميع المشروبات قال سبحانه مَثَلُ الجنة التي وُعِدَ المُتَّقُون فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسٍ من ماءٍ كلُّه صفاء من ماءٍ خالِص لا كذرَ فيه يجب علينا يا عباد الله أن نُحافِظ على نعمة الماء بشيئين الأولُّ بالشُّكر لله جل وعلا قال سبحانه لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٍ وَشُكُرُ النِّعَمِ سَبَبٌ فِي زِيَادَتِهَا الإنسانُ عندما يشكرُ مولاه على نِعَمِه التي أولاهُ إياها تزدادُ هذه النِعَم إذا كنتَ في نِعْمَةٍ فَرْعَها فإنَّ المعاصِ تُزيلُ النِّعَم وَصُنْهَا بِشُكْرِ الْإِلَاهِ فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيعُ النِّقَم نُحافِظُ على الماء بعدم الإصراف فهذا سيدنا المُصطفى صلى الله عليه وسلم يمرُّ يوماً على سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو يتوضَّأ فنظر النبيُّ إليه وقال ما هذا السرف يا سعد فقال سيدنا سعد أفي الوضوء إصراف يا رسول الله قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ لَا تُسْرِفُ قال جل وعلا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اعلموا يا عباد الله أن أفضل الصدقات الماء لما ماتت والدة سيدنا سعد بن عبادة أتى إلى سيدنا المُصطفى عطِّروا الدنيا بالصلاة عليه فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وأريد أن أتصدق عنها فقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة سقي الماء فحفر بئراً وقال هذا لأم سعد لأم سعد بن عبادة أفضل الصدقة سقي الماء وكفانا شرفاً أن حبيبنا المُصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بيَّن لنا أن من أعظم الصدقات التي تعود بالنفع على صاحبها في القب سُقِّي الماء قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه الإمام البيهقي في سننه والإمام أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعٌ يجري للعبد أجرهن وهو في قبره سبعة أشياء تعود عليك بالنفع في القبر من علَّم علمًا أو كرى نهرًا أو حفر بئرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسجدًا أو ورَّث مصحفًا أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الصدقات الجارية التي تعود بالنفع علينا في قبورنا اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم الحمد لله على إحسانه والشُّكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ العُلَى بكماله كشف الدُّجَى بجماله عظُمَت جميعُ خصاله صلُّوا عليه وآله اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك يا ربنا على سيدنا محمدٍ النبي الأمِّي صلاةً تملأ بها قلوبنا أمناً وإيماناً ومحبَّةً وعرفاناً وعلى آله وصحبه وسلِّم أما بعد خلاصة ما قلته لحضراتكم أن نعم الله علينا لا تُعدُّ ولا تُحصى ومن أعظم هذه النعم نعمة الماء قال مولانا وجعلنا من الماء كل شيء حي وواجبٌ علينا جميعًا أن نُحافِظ على الماء بشُكر النعمة وبعدم الإصراف فيها وأفضل الصدقة يا عباد الله سُقِّي الماء وبيَّنت لكم ما كان من أمر سيدنا سعد بن عبادة لما جاء إلى النبي فقال له أفضل الصدقة سقِّي الماء ومن منن الله على مصر أن جعل فيها نهرًا من أنهار الجنة هذا النيل الذي يجري بقدر الله ويجري بأمر الله ويجري بمراد الله وهو من أنهار الجنة إن شاء الله بل قال بعضهم هو نهر العسل في الجنة اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلنا من الشاكرين في النعمة اللهم جعلنا من المؤدين للنعمة حقها اللهم احفظنا بحفظك يا رب العالمين واحفظ مصر من كل مكروه وسوء اللهم أدم علينا الأمن والأمان وعلى سائر بلاد المسلمين اللهم اجعل جمعنا مرحومًا وتفرُّقنا بعده معصومًا ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيًّا ولا محرومًا اللهم خُذ بتلابيب قلوبنا لما يرضيك عنا اللهم أذِقنا حلاوة الأنس بك يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحٍّ ولا تعذِّبنا فأنت علينا قادِر والطُف بنا يا مولانا فيما جرَت به المقادير اللهم ارحمنا إذا نُسي اسمُنا ودرسَ رسمُنا وأحاطَ بنا قسمُنا ووسمُنا اللهم ارحمنا إذا أُهملنا فلم يزُرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر اللهم انصُر عبادك المُستضعفين في كل مكان كلهم عونًا مُعينًا وناصِرًا ونصيرًا اللهم ربِّ لنا أولادنا واجعلهم قُرة أعينٍ لنا واجعلنا للمُتقين إمامًا اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا واجعلهم إراثًا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له فضلٌ علينا اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحًا وإحسانًا ولكل من علَّم فيه وتعلم وصلَّى وركع وسجد وخشع اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت الحسنى وزيادة إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا وقفنا ببابك ولُذنا بجنابك فلا ترُدَّنا خائبين واستجِب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى ارحم يا مولانا من هفى وجفى وشفِّع فينا الحبيب المُصطفى واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة الله أكبر الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة